اشتركوا في القناة 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 قسموه الى اربع ولا خمس اقسم شوفو كاي كبير تعميتين صفحة ولا جنسي باش حالكاي من الصفحة ولا انغوجيستر كبير وديروا وقسموه على جميع المواد مثلا هنا فرنسي هنا انجلي هنا رياضيات هنا فيلو هنا ماط يعني كل كل مادة ديروا لها قسم مخصص لها في انغوجيستر كبير وبدأوا تلخصه الان لخص باسلوبك الشخصي واهم حاجة فهم ولخص يعني ماشي افهم ومن بعد تلخص بالاسلوب الشخصي لانه كيتلخص بالاسلوب رايح تحفظه وتتفكره بالخف تالت حاجة بعد ما تلخصه كل شي كل شي كي نقولكم كل شي كل شي حتى الرياضيات القواعدة الرياضيات الفلسفة السيونس الفرنسي كل شي لخصوه باسلوبكم الشخصي بعد هذا بعد ما تبدأوا في المنخصات نبدأوا في المراجعة كل مادة نعطيها قيمتها اللي حاب يدي 14 او اكتر لازم كل مادة يعطيها قيمتها مشي باركزنب كاي اللي يقولك انا جانبال انجلي جانبال فرانسي جانبال مات جانبال سيونس اذا حاب تدي او بون موين لازم تركز على جميع المواد بدون استثناء حتى ابسط المادة حتى المادة اللي ما عليهاش معامل كبير هاديك تاني ركز عليها بعد هادا كيفاش تبدأ لغيفيزيون بعد ما تدير الملخصات يعني يفو كونساكري واحدة تخوة جو كات جو ماكسيمام تاع الملخصات تاع جميع المواد بعد ما تبدأ بعد ما تدير كل الملخصات مباشرة تبدأوا في لغيفيزيون كيفاش تغيفيزي غيفيزي في يوم واحد مادة اساسية زائد مادة ثانوية كيفاش يعني تقولولي بلي أستادة خلاص كملنا لي vacances ما عدناش لي vacances إبا يفو profiter في هاد ليامات كيف تخورجو من لأكل يعني لزهور تاكم راهي دو 8h30 آ 3h30 فان تو ما عفوان لابا تعي راهي أم فاتيجي جسي أم ف مادة مادة كيفاش تديرو كيف تخورجو من لأكل آ 3h30 ماكسيمام كيف يخورجو 2h30 كيف ينه 1h30 كل واحد فوقا دي خرج كيف تخورجو ديرو بوز تع دي منوت مشي دي منوت تنقولو ساعة ساعة ريحو فيها ديرو فيها امتت تيست داكار رقدو شوية رتحو شوية بعدها مباشرة ابداو في لغيفيزيون قبل ما يقدن المغرب مثلا نوضو آ 4h30 آ 5h صليو العاصر مباشرة ابداو في لغيفيزيون تاكم بدو بالمادة الأساسية مثلا نبدو بالليلانغ عندي أنا بزاف متابعين من الليلانغ نبدو بالعربية ومن بعد نروح للتاريخ عاود للاندمان ندير عاود نراجع الفرانسي عاود الجغرافيا عاود اليوم اللي بعده امتت تيست بعدها نراجع لانغلي من بعد الفلسفة أما لسيونتيفيك سيلا ما بشوز مثلا تبدو بالسيونس عاود مراها التاريخ عاود العاود الفيزيك عاود الجغرافيا يعني لازم تنظموا الوقت انتعكم هذا أهم حاجة بعد المراجعة اللي رايحة تاخد منكم على الأقل أسبوع بعد هاد المراجعة واش رايحين تديروا رايحين تروحوا مباشرة للباكالوريات السابقة مواضيع باكالوريات السابقة بدو من الفين وتمانية إلى الفين واثنين وعشرين كل يوم ديروا زوج ثلاثة المواضيع زوج ثلاثة زوج ثلاثة زوج ثلاثة حتى تلقاوا ريسانكم كملتوا كل شي آخر نقطة وهذه النقطة الأهم متوما كي تكونوا تريفيزيو وتكونوا تحلوا في المواضيع السابقة رايحين يفوتوا عليكم بعض الأسئلة اللي ما تفهموهمش واللي ما تعرفوش الحل اللي تحهم متوما واش ديروا في كارني ولا دانزين كاي ولا دانزين فاي ولا كم فو وولي وزالي ماركي هادوك النقاط اللي ما فهمتوهمش واش تديروا كي تروحوا للقسم توريو هادوك لي مارك وهادوك لي نوت للأستاد أستاد أنا البارح كنت نحل في موضوع 2018 وجات هاد هاد لا كيستيون وانا هاد لا كيستيون ما عرفش الحل انتح وما فهمت هاش اسكو ممكن تفهمني ورايحين تشوفوا باللي بهذا الطريقة رايحين تتحصلوا على نقاط ممتازة في الباكالوريا ولا غيفيزيون كي قرب بالباك يبقى لحس اون سمان ولا رايح اجيكم تخي تخي فاسيل بس كتكونوا حليتوا وقع المواضيع تكونوا راجعتوا كل شي وفي وقت قياسي اوكي لكن اهم حاجة نقولها لكم ونعودها لكم انه لازم تبدأوا الان وفورا بعد ما تبلعوا او بعد ما تكملوا هاد الفيديو مباشرة روحوا افتحوا الكراس وما تضيعوش الوقت في اليوتيوب بس ك اليوتيوب راي جاي وقته دوك تفوتوا في الامتحانات وبعدها تجيكم الراحة وتكونكتوا وتديروا كل شي ولكن الان سي لان لتبدأ نتمنى ربي نجحكم اذا عندكم اي سؤال خلوه ليفلي كومنتر والسلام عليكم اشتركوا في القناة